السلام عليكم عشاق نظام أبل iOS 16 الإصدار التجريبي الثامن والأخير أصبح جاهزا بجميع مميزاتها الرائعة للإطلاق الرسمي أبل تصدر الإصدار التجريبي الثامن من نظام iOS 16 كل هذا وقتا سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو ولكن قبل بعد أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصير بسرع عالمية أتعرف مشترك فضل منكم وليس أمرا بالضغط للزر اشتراك وفعال زر الجرس واختر كل أو دود أو أول وتابع الفيديو حتى النهاية طرحت شركة أبل الإصدار التجريبي الثامن من نظام التشغيل iOS 16 قبل إصداره النهائي المتوقع أن يتم قريبا بعد حدث أبل المنتظر في 7 سبتمبر طريقة الحصول على إصدار التجريبي الثامن من نظام iOS 16 يمكن للمسجلين في البرنامج التجريبي التحقق من التحديث من قلال الانتقال إلى قائمة عام ثم تحديث البرنامج في تطبيق إعدادات جهاز الآيفون إذا لم تكن مسجلاً في برنامج الـ iOS 16 وترغب بتجربته قبل إصداره العام فيمكنك التوجه للموقع الشركة للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية الانضمام إلى برنامج التجريبي ولقد شرحت كل هذا للحصول على نظام iOS 16 وللتحديث في فيديو سابق أبرز مميزات الإصدار التجريبي الثامن من نظام iOS 16 يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإصدارات التجريبية غالباً ما تحتوي على أخطاء تعيق تجربة المستخدم لذلك من الأفضل تجنبها وانتظار إصدار المستقر يأتي الإصدار التجريبي الثامن من نظام التشغيل iOS 16 برقم الإصدار 20 A53-58A ويجلب إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الآداء وبعض التحسينات التي تجعله أقرب إلى الإصدار العام تشمل المميزات الأخرى على شاشة قفل وإشعارات جديدة وإمكانية إلغاء إرسال رسالة ما يسألها مؤخراً أو تحريرها بعض إرسالها والكثير من الأشياء الرائعة أعاد أحد إصدارات iOS 16 تجريبية أيضاً مؤشر نسبة البطارية إلى شريط الحالة بالإضافة على العديد من المميزات مميزات الأمان يمكنك مشاهدة فيديوهاتي حول هذا النظام من الروابط الموجودة تحت الفيديو ما هو آخر تحديث وصل إليه هاتف الآيفون الخاص بك شاركنا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة أحبكم في الله مع السلامة اشتركوا في القناة